بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم يا حباي في فيديو جديد من فيديوهاتنا حوالين البحث العليم والزكاة الاصناعي مرده بنقدم موقع مجاني هذا الموقع ما زال في مرحلة التجربة لاحظوا دائما الموقع اللي في حال التجربة بتبقى مكتوب جميلها كلمة بيتا بيتا معناها موقع تجريبي وذلك هو مجاني ومفتوح لكن هذا في وقت نشر الفيديو لكن بعد فترة قد يكون الموقع غير متاح الموقع بيعمل ايه؟ بيكتب لك الإجابة على اي سؤال بحسي وبالتالي بيقدم لك برضو مراجع اللي بتأكد الإجابة على اي سؤال بحسي لكن من وجهة نظري للشخصية ان اقام ميزة بتميز الموقع ده هو دعمه للنغة العربية طبعا في اكتر من طريقة للإجابة على الأسئلة البحسية طريقة السيمبل اللي هي البسيطة طريقة الديب اللي هي العميقة لكن طريقة الريسيرش لسه مش مفاعلة لشان برضو الأمور لكن ممكن اخليها ديب او ريسيرش لكن ريسيرش غير مفاعلة برضو نفس الأمر في مجال الإجابة اما تكون حاجة general او حاجة science فخلي بالكم لان دي لسه مش مفاعلة معرفش دي ممكن تعمل ايه بقى بعد لما اعتبقى المفاعلة الميزة بتاعتنا طعا نشوف مع بعض الموقع كل مطلوب منك بقولك ask questions نسأل سؤال خلينا نسأل سؤال باللوع العربية نقوله ما العلاقة بين المرونة النفسية والكفاءة الذاتية لدى الذكور او لدى الطلبة والطالبات في الجامعة مثلا دي انا بسأل سؤال بهذا الشكل حتى لم تستفهم خلي بكم انا اعملها simple عارسكم بقى كده بقى اتجربوا الحاجات التانية ديت وهنجرب بعضها لكن خلينا نخليها مثلا انها simple وبالشكل ده كده ونبدأ نضغط طبعا الموقع زي ما انتم شايفين بيبحث عن السورس المصادر بيبحث عن صور ومواقع على الانترنت لكن الميزة الاساسية انه بيجيب لك مواقع او بيجيب لك مصادر هي مصادر بحسية ابحاث وباللغة العربية زي ما انتم شايفين انا لسه مشوبتش اجابة السؤال لسه لكن تشير الدراسات الى وجود علاقة ايجابية بين المرونة النفسية ودي المراجع اللي قالت الكلام ده مرجع رقم اثنين وخمسة فين هما اهو عندك واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام مراجع هيجاوب عليهم ايجابة السؤال طبعا في مواقع اخرى عشان خطر انها يديك الموضوع دهوت بتبقى يعني اقل من كده في عدد المراجع ايوه لكن شايفين مثلا ان الاجابة برضو قليلة عشان كده ممكن نروح لكلمة ديب ديب يعني حاجة عميقة ونترح نفس السؤال مرة تانية نفس السؤال نطرحه مرة تانية وهيبدأ يجاوبه اوتوماتيك لكن المرة دي بطريقة البحث العميق اكتر فهنجد المرونة النفسية تهدف الدراسات النفسية لفهم العلاقة بينها كذا وكذا خلينا نشوف بقى هل هيكون اكتر وجود علاقة ترضية في دراسات لقيت علاقة ترضية طبعا لابد هيشير لك اليها ادي المرجع هذا يعني ان الطلاب يتمتعون بمستويات اعلى ايضا الحصول على مستويات اعلى التنبؤ بالمرونة النفسية لحظوا بقى يعني العمق اللي تم المرة دي برضو هنا مرجع نفس المرجع ده هو تخلي بالكو ده هو ده المراجع اللي بيجيبها هي تمام مراجع زي ما انت شايفين طبعا ممكن بعد كده نطرح سؤال اخر او اضيف او هو كمان بيكترح علي اسئلة تتبعية بدأ يخش مرجع رقم 4 الفروق الفردية تصدر نتاج ايضا وجود فروق ادية في مستويات المرونة النفسية بين الطلبة والطالبات وذي يعني ان هناك اختلاف بين الفروق المتعلق يعني فيه فروق بين البانين والبنات العلاقة مع المتغيرات الاخرى في بعض الدراسات بتقول ان المرونة النفسية مثل الرفاهية الذاتية والتفاؤل والسعادة النفسية زي المرجع رقم 6 ثم عمل لك شكل من اشكال الخاتمة طبعا واضح الفرق ما بين الجانب الديب العميق فيه كمية الكلام المطروح وبين الجانب السيمبل البسيط طبعا اضاف لك اذا هن شايفين اسئلة تتبعية حوالين نفس الموضوع ما هي العوامل التي تؤثر على المرونة النفسية طبعا هنا بيتكلم على بحث معمول لدى جامعة الملك عبدالعزيز كيف يمكن قياس الكفاءة الذاتية لدى طلبات معلمات رياض الأطفال ما هي الدراسات السابقة حول العلاقة بين المرونة النفسية واتفاقل لدى طلاب الطب مثلا طبعا هنا دى اسئلة كلها تتبعية لكن لو انا عايز اخد الكلام دى كل باخده باخده على نسخة ما عنديش بقى تنزيل بي دي اف ولا عندي تنزيل وارد ولا اي حاجة كل اللي عندي هنا انا ماخد نسخة من هنا لو ما عجبتنيش الاجابة بعمل ريفريش او الريلود يعني اعملني الموضوع ده مرة تانية لان الاجابة مثلا مش قوية فحيبدأ يحاول اديك اجابة تانية مش عايز اقول مختلفة اختلاف كبير لكن لان هو بالفعل هو اشار الى معظم الاشياء اللي ممكن ان احنا يعني نتكلم فيها هنا اضاف لك بقى بدأ يخش في التعريفات يعني امرونة نفسية عادي اتكلم يعني كفاءة ذاتية بدأ يحط التعريفات في الاول ويجيب لك برضو المصادر اللي جايب منها الكلام ده هنا لاحظوا الاختلاف ما بين الطريقة الاولية والطريقة التانية بدأ يحط التعريفات في الاول بدأ يتكلم على علاقات الارتباطية وبدأ يحط تفاصيل زي دراسة مثلا مونيرة محمد حمد عام عام طبعا 2020 تشيري نتاج البحثية وجود علاقة طردية وان العلاقة دي طبعا دل عند مستوى واحد من 100 العوامل المؤثرة تظهر الدراسات ايضا معناك عوامل اخرى عوامل اجتماعية وثقافية ودي اليقظة العقلية ورفية الناس بتدور على متغيرات ومواضيع يعني التطبيقات العملية شكل الاجابة هنا مختلف شوية عن الحاجة التانية زي ما قلت ان دايما بينهيلك الموضوع بشكل من الاسئلة التتبعية ودي المراجع اللي انت ممكن لو ضغطت على اي مراجع هنا يعني تقدر توصل له ضغطة واحدة هياخدك الى الصفحة اللي فيها الموقع او اللي فيها الدراسة اللي هو جايب اذا المواقع ما فيش حاجة بقى اسمها مراجع وهمية ومش هو راجع وهمية كل الكلام ده هو مش وارد في بعض المواقع طبعا لان ممكن يكون هنا دقي الجورنال مجلات الكترونية فممكن يكون هو عنده الصلاحية لكن متقدرش تطالع عليها برضو كفاءة ذاتية الاجدامية وعلاقتها دي بي جي اف طبعا مفتوحة زي ما انت شايفين بهذا الشكل وجايب لك البي جي اف سبعة وخمسين صفحة طبعا كل الدراسات دراسات يعني عربية وبالتالي بحجم الدراسة طبعا ده الفصل التالت فصل الدراسات السابقة او كده هو مجمع فيها الكلام طبعا قبعهم الصفحة تقوى يعني دي فكرة الموقع طبعا انا عايز اجربه بس لو انا طرحت اسئلة سؤال باللغة الانجليزية يا طرح يكون شكل الموضوع شكله عامل ازاي لكن خلينا برضو خلينا نختم الكلام دي اقول له مثلا احنا كل ده في مجال الجنرال لو قلتلك ساينس يعني ايه اللي اختلاف ايه اللي هتعمله بشكل مختلف يعني انت لو تبتقول لي جنرال كلام عام وساينس يعني علم هل الموضوع هيختلف انا احساسين برضو او من خلال نظرتي السريعة ان هي نفس الدراسات السابقة تقريبا اللي هو جابها وان الموضوع قد تكون الى الان مجرد حاجات شكلية شوية لكن هنا بدأ يقول لك توجد علاقة مجابة وجاب لك 8 دراسات اللي قالت المرونة النفسية بدأ يجمع سبع يعني واحد اتنين تلاتة اربع دراسات نتائج الدراسات ارتباط افزارة فيه دراسات افزارة ارتباط ايجابي معا جالبا ان اتوقع ان يكون فيه ارتباط ايجابي لكن مش توقع ان يكون فيه ارتباط سلبي او كلام ذا التنبؤ بالمرونة النفسية الفروق بين الجنسين يعني بدأ يحطها بشكل مختلف شوية اهم من الاستنتاجات لكن كم الكتابة ما زال انا اعتقد لو انا طرحت نفس السؤال باللغة الانجليزية هيديني كلام كتابة اكتر انا بس كنوع من انواع الفضول احط نفس السؤال باللغة الانجليزية واشوف شكل النتيجة عامل ازاي طبعا انا حطيت نفس السؤال تقولوا ايه العلاقة ما بين اللي هي طبعا مرور النفسية والسلف افكس الى الفعالية الذاتية او الكفاءة الذاتية حتى ما جدتش كلام عن الذكور والاناس خليني بس وسبتي الديت برضو العميق والساينس العلمي ونشوف شكل الاجابة في اللغة الانجليزية عامل ازاي برضو الملاحظة السريعة طبعا فكرة ان الموقع يعني كم الكتابة تقريبا زي اللغة العربية المراجع طبعا خرج بقى من المراجع العربية ودخل على المراجع اللي بلغة الانجليزية يعني احنا لو عايزينه يكتب حاجة بلغة الانجليزية او يستشبه مراجع انجليزي فبنكتب له الكلام باللغة الانجليزية لكن بصورة عامة يا نفس الفكرة ده اجابة السؤال وده اهم النتائج عن العلاقات وطبعا يعني بعض الدور الوسيط ومش عارف وانواع الكفاءة الذاتية والمضامين التطبيقية كان فيه كلام اضافة شوية لكن بصورة عامة الموقع يعني بيدعم اللغة العربية ككتابة ما اختلفش كتير عن اللغة الانجليزية طبعا لو عايز تعدل اي حاجة عايزة بقى جنرال تضغط ضغطة هيبدأ يحملها لك مرة تانية اتمنى برضو يكون الفيديو ده يفيد كتير من الباحثين في حتة تجميع للدراسات السابقة وفكرة انه يعرف ايه اهم النتائج اللي توصل لها البحوث السابقة في موضوع هو بيحاول يجاوب على اسئلة مشابقة او اسئلة قريبة اتمنى لكم جميعا السلام والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة